يسعد صباحكم عن جديد عملية من أصعب العمليات يلي ممكن تعملها المرأة بحياتها هي عملية استقصال الرحم اليوم رح نحكي عنا بفقرتنا الطبية لنشوف أمتى بتصير وليش وكي بتكون حياة المرأة من بعد هاي العملية كل هاي التفاصيل رح يخبرنا عنها الدكتور معتز اللحام الاختصاصي بالأمراض النسائية يسعد صباحك دكتور صباح خير لك دكتور أهلا وسهلا فيك نحن ذكرت نور بالمقدمة قد تكون من أصعب العمليات اللي ممكن تأخذ السيدة قرار فيها إنه أنا بدي شيل الرحم ولكن قد تكون هي الحل الأمثل بكثير من الحالات خلينا بالبداية نعرف طبيا شو يعني استقصال الرحم عند سيدة قبل البداية بخالفك برأيك اللي قلته مو هي بتتخذ قرار استقصال الرحم ولا سيدة بالكون كله مثل لك أنا بدي شيل الرحمي بتحافظ عليه لكن القرار هو قرار طبي بيأخذه الطبيب ومهمة الطبيب كتير أساسية بوضع السيدة بالأستطباب الطبي الصريح اللي هو لمصلحتها الطبية والصحية ولمستقبل أفضل من واقعها الحالي فعملية استقصال الرحم كما تفضلت الآنسة أو السيدة عفوا من أصعب العمليات معلش هي على الطبيب وعلى المريضة خلينا نسمي المريضة اللي بتعمل عملية لأنه لح تكون مريضة وليس سيدة عادية والله أنا حبيت استغني عن الرحم سأسألك بعد قليل دكتور عن إجراءات وقائية عم التم سمعنا فنانات مشهورات بالعالم عملوها العملية وقائياً لذلك أنا قلت لك قرار قد يكون هدول استثناء إكسبشن يعني وهدول بشكل وحيز كتير كتير دي كتير كتير دي فنحن بصراحة العملية هي عمل جراحي كبير تحت التخدير العام وإلو شروطه الواجبة واجب توفرة حتى نتخذ هالقرار بمعنى آخر لما بيكون هذا العضو في جسم المرأة مسبب لإزعاجات شديدة وتهديد لحياتها وصحتها العامة يجب التفكير وفشل الطرق المتعددة بالعلاج سواء الطبية أو التأهيلية لتفادي عملية استقصال الرحم فيكون الحل الأخير هو عملية إجراء الاستقصال طبعاً في استطبابات كثيرة منها الأورام الليفية الكبيرة منها النزوف المعندة المهددة لحياة المرأة أو لنشاطها وطبيعتها بعض الأورام غير الحميدة بعض الأورام على حساب غير الرحم أورام المبيض أو بعض الأورام الأخرى على حساب عنق الرحم فهون صار فيه استطباب طبي صريح بيتخذ الطبيب بموافقة طبعاً المريضة على الحل الجزري اللي هو استقصال الرحم استقصال الرحم مثل أي عملية جراحية كبيرة يكون محفوف بالمضاعفات اللي ممكن تكون مضاعفات آنية ومضاعفات قريبة ما بعد العمل الجراحي بفترة ومضاعفات بعيدة المدى يمكن هذا هو اللي عم تحاولوا أنه تستفسروا عنه النشور عواقب اللي لحتنجم عن عمليات السقصال الرحم الحقيقة في عواقب هي عواقب طبية معترفية بكل الكتب وبكل النشرات الطبية مثل أي عمل جراحي مثل المرارة مثل الزايدة مثل سقصال الطحال مخاطر على أي مريض ارتفاع الحرارة الألم التهاب الجرح هي كلنا نحن نسميها مضاعفات آنية ممكن تحدث بفترة العمل الجراحي المضاعفات التالية اللي هي مرحلة الانتقال من العمل الجراحي الآن إلى عودة السيدة لحياتها الطبيعية العادية فهي محفوفة بقصة الآلام عدم القدرة على العمل الطبيعي الاستراحة الواجبة فهي تاخد فترة نسميها مضاعفات تالية مضاعفات البعيدة وهي كمان اللي محفوفة بكتير من القصص اللي غير طبية وغير منطقية أنه أنت سيدي خسرتي رحمك فأنت انتهيتي كأنسة أنت خسرتي جزء أساسي من جسمك من جهازك من جسمك فأنت قضية عليك مع الأسف هذا الكلام ما له أي خلفية طبية بالعكس تماما يعني نحن مع مرضانا يلي بيكون فيه استطباب صريح مثل ورملي فيه كبير ضاغط على المثاني وعلى المستقيم نزوف متكررة دائما بتنقل دم دائما بتاخد حديد أو فيه مشكلة مرضية قد تكون تتفاقم بترك الرحم بدون استقصال فهي مهمة الطبيب أنه يحط السيدة بضرورة هالعمل الجراحي وأنه أنت حليتي مشكلة أساسية فهدول السيدات بالعكس وهذا نحن منلمسه بعياداتنا بترجع السيدة خلال المراجعات الدورية كل مرة وفيه كثير أنا من مرضاي تقولي والله يا دكتور عم بدعي لك ليل النهار حليتي لي مشكلتي حليتي لي مشكلتي لأنه ما بتتصور قديش المعاناة بفترة بين الخمسة وعربين والخمسة وخمسين هاي فترة الانتقال من الحياة التناسلية الطبيعية أو حياة الإنجاب إلى حياة انقطاع الدورة الشهرية والدخول بفترة انقطاع الطمس بهالفترة بيصير فيه اضطرابات كثيرة منها النزوف المختلفة منها الانتباه لوجود أورام أو وجود شغلات غير حميدة فهون الطبيب الحاذق بنبه السيدة أنه انت بمرحلة لازم يكون في مراقبة في إجراءات بيتخذ الطبيب لحتى يعديها منها الفترة الاضطرابة بشكل جيد أو نلجأ إلى العمل الجراحي اللي هو بيكون حل جزري ونهائي طيب دكتور نحن حكينا بعمر الخمسة وارفعين للخمسة وفترة خمسة ومسين سنة ممكن يتم استقصال الرحم طيب بعد ما بيتم استقصال لحضرتك ذاكرة نقطة أنه السيدة مو مثل ما بنقول بالعامية أنه انت خلص حياتك العدمة ما عند عندك ما أنك قادرة تتزوجي ما أنك قادرة تعيش حياتك طبيعية شو بتقصد فيها دكتور كيف حياتك طبيعية هي ممكن بعد ما استقصرت الرحم أكيد ما بعرف إذا تصلحني معلوماتي نحن منضطر لنشيل المبايد ضمن الرحم حسب سن المريضة وحسب الحالة المرضية يعني ممكن يتم استقصال مبايد إذا كان في مشكلة تعتمد على الهرمونات اللي بيفرزوها المبايد فهون المفروض ينشاله المبايد بمعنى بعد سن الخمسين غالباً كحد وسطي المبيض ما عاد له هالوظيفة الأساسية بالعكس صار مصدر إزعاج صبت إزعاج مو بس تصبت إزعاج وممكن يتأتى عليه أورام مستقبلية فمن باب الوقاية يشال الرحم مع المبيضين ونحن دائماً أنا بأكد لن وغالباً بطلب لما بيتخذ قرار الاستقصال أنه يكون الزوج موجود مع الزوجة هاي بالنسبة للمتزوجات وبأكد لن تماماً أنه بعد العمل الجراحي السيدة بالعكس ما بتنقص أي شيء إلا أنه ممكن تزداد حيوية تزداد نشاط يعني سيدة عمت عاني وعندها فقر دم وتعباني وهلكاني وما بتشتغل شغل بيتها إلا بيشق الأنفس ودائماً من عيادة لعيادة وعمتداوي هالقصة مجرد ما حلنا لها المشكلة فبالعكس رجع خضابة للطبيعي رجعت حيويتها نشاطة حتى في بعض المرضى اللي والله يا دكتور رجعت اللي خمسة عشر سنة إلى وراء بعد العملية ليش لأنه في سبب طبي ملح لأنه نحل هالمشكلة اللي هي عمت عاني منها السيدة وبترجع الوضعيطة الطبيعية هون بعض العوام مثلاً بيجو بيقولوا لا يا دكتور مثلاً طب محلها الرحم أو محلها الليف شو بدي يصير فيه صحيح منتقمة شغلة كبيرة من الوطن صحيح هي عم تحس فيها السيدة أنه لا الجسم في شيء اسمه مولدينج بيرجع بأقلم نفسه فنفسه هالمكان الأحشاء والأمعاء بترجع لوضعيطة الطبيعية وما ما تتأثر السيدة أبداً 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 حتى بالعكس بتنحل عندها كثير من المشاكل سيدة عندها ورم ليفي كبير بحجم رأس جنيل طب ليش نحنا ما نستقصل للورم الليفي ومنحاول قدر الإمكان نحافظ على الرحم كمان هاي من أحد الأفكار اللي بتتردد بالعيادة إنه يا دكتور أنا بدي شيل بس الليف ما بدي شيل الرحم بتكون بفترة انقطاع أو بفترة الخمسة وارمين الخمسة وخمسين يعني ما عاد في وظيفة إنجابية ما عاد في رغبة موضوع الحمل والإنجاب يعني هي وظيفة الأساسية للرحم فهون منغلطن نحنا لأنه متل ما تشكل الورم الليفي هاد حيشكل نترك الليف لحيتشكل الليف جديد ونجي بقى إذا بتريدي أنت هذا الشغلة سيكون بطنك مثل السحاب كل سنة سنتين نفتح السحاب من شيء الليفين ثلاثة ومنسكر فإذا عندك هذا الاستعداد أنا ما بشتغل هذا الشغلة روح يلاقي غيري يعني أنا حتى برفض الفكرة ما بساير المرضى يعني المرضى ما بيتسايروا على قناعتهم الغير طبية طبعاً الأوراملي فيها دكتور هي بتكون موجودة دائماً عند السيدات اللي ممكن بعد إنجاب ممكن نشوفها عند صبية عند بنت طبعاً عوامل المسبب المؤهبة لحدوث الأوراملي فيها يعني ممكن نشوف الليف عن صبية ممكن 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 طبعاً ممكن بس ما بنضطر لإستقصال الرحم نحنا الأوراملي فيها هذا موضوع تاني الأوراملي فيها إلا ثلاث أماكن بالتوضع بجسم الرحم بممكن يكون على خارج الرحم على السطح الخارجي أو ضمن العضلة الرحمية أو خريبة من البطانية لما بتكون من ضمن بطانية الرحم أو قريبة من بطانية الرحم سيكون عندها نزوفات غالباً تحتاج لإستقصال تمام البنات الصغار برجع بيقول لك في كتير بصير عند الصبايا هون مثل ما تفضلت قبل شوي نسعى جاهدين للمحافظة على الرحم وخصوصاً عند غير المتزوجات مشام موضوع الحياة الإنجابية فبينشال وبينشال كتير من الأوراملي فيها يعني فيه سيدة يمكن شيء 25 نوية لي فيها متفاوتة الأحجاب إنشال وتحافظ على رحمة وبعد فترة تزوجت وحملت وأنجبت فمو شيء غريب ليس بالمستغرب طيب دكتور ممكن يكون فيه إصابة بمرض معين داخل الرحم يتم تشخيصه والحل هو الاستقصال قولاً واحداً سيدة بعمر مبكر خلينا نقول مثلاً 30 أو 35 سنة وترغب يمكن بالزواج أو بمتابعة حياتها الجنسية والحمل والإنجاب نعم تماماً إذا استقصال الرحم ما ضل في حمل وإنجاب ولكن الحياة الجنسية كيف بتكون؟ لا تتأثر أبداً ولا بتنقص أي شيء أصلاً دراسات كتير مختلفة هنا في بعض الدراسات بتشير أنه قد يحدث تأثير على هذا الموضوع وخصوصاً إذا تم استقصال عنق الرحم لكن في دراسات تانية مناقضة ودراسات إحصائية يعني وعالمية معتمدة أنه لا لما عملوا إحصائيات لعدد كبير من النساء اللواتي استقصال أرحمه أنه مع عنق الرحم وكانت حياتهم الجنسية طبيعية تماماً وما في أي تأثير وبرجع أبأكد لك سيد ورد أنه أنا فضل دائماً لما مناخ الطبيب يأخذ القرار يكون بوجود الزوج والزوجة طب الهرمونات ما بتتأثر دكتور؟ الهرمونات حكيت قبل شوي أنه بسن الخمسين وما بعد يفقد المبيض وظيفته الهرمونية على الأغلب ويبقى ممكن الإزعاجات اللي ممكن تصير على المبيض مثل الكيسات أو بعض الأورام لذلك ينصح بالاستقصال بعض السيدات اللي بيعانوا من نقص شديد بالهرمونات بعد عملية الاستقصال ممكن نخضعهم لفترة بسيطة من الأدوية المعيضة لهذه الهرمونات وبترجع حياتهم طبيعية تمام وما بيتأثر بالختم دكتور مادلغير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتنا إيها وإن شاء الله كل الأشخاص اللي عم يحضروني يكونوا يستفادوا منها أهلا وسهلا فيكم شكرا لاختياركم هالموضوع بتأمل أنه نكون سلطنا بعض الأضواء ورفعنا من معنويات السيدات اللي عم يسمعونا وخصوصا اللي تم الاستقصال عندهم أول اللي مقبلين على استقصال أنه ما تخافوا طالما الاستطباب الطبي صريح وفي ضرورة للعمل الجراحي نتمنى الصحة والسلامة لكل السيدات اللي عم يتابعونا شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتور